مرحباً ومتحة قوة في جميع الانشيطة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القيوة والحمد لله تكون نتائج مشرفة على الرتب الثلاث الأوائل ويصبح هذا ويصبح هذا جميع المجهودات التي تقوم بها السيحة الخيرا المدرب النادي اليد المصري بالنسبة للتداورة في المستوى نشكره النادي المنظم وهذا النشاط والاهتمام بالعالم القاروي من أجر روكي بالمنظومة الرياضية سواء ألعاب القيوة أو كورة القدام لأن العالم القاروي توجد فيه المادة الخام وهذا المادة الخام نحاول نسقلها ونزيدها بها القدام وإن شاء الله الأبطال خرجوا من العالم القاروي أهم مكسب هذا التداورة هو اكتشاف هذا الفضاء بقارة وهو مدار المستوية وكذلك صلبة كم شكرا كيف تقول بالنسبة للإكتشاف هذه الفضاءات الجديدة التي تضيف الممارسة العدو الريفي بالنسبة للإكتشاف المدارات فهو مكسب للرياضة الألعاب القيوة بصفة خاصة لأنه لنجبروا مدارة وحالبة لعدو الريفي فكتكون صحيبة ونشكروا الإخوان الذين بدلون جهود لكي تستطيعوا وينضموا فيها السباقات ونتمنى أنها تبقى السباقات الثانوية كالتنظم ونتمنى من الجامعة الملكية المغربية أنها تنظر العالم القاروي من أجر رقيب المنظومات العب القيوة